موسيقى نايف صالح بن سالم بن محمد الكربي والوصول هنا على رابع المراكز من الغشمري راشد بن خليفة بن راشد بالعرط الحميري والوصول من قبل ملفت حمد بن محمد بن حمد بن يروان على المركز الخامس بينما المركز السادس من الجانب الآخر هناك صغان سلطان بن سهيل بن بطي بن غراب الاكتبي منطلقا بالتحديات وبالإثارة سابع مراكزنا المركز السابع ويأتينا الواعي أحمد بن مطرب بن محمد الرميثي من ينطلق سابعا بينما المركز الثامن المركز الثامن محراب ناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسي والوصول من شهين عبدالله بن أحمد بن عود الرميثي هنا من يأتينا بهذا الانطلاق على المركز التاسع بينما المركز العاشر المركز العاشر والوصول هنا من معزم محمد بن خلفان بالمرة النعيمي من يأتينا على المركز العاشر هذه هي النتيجة للمراكز العشرة الأولى وأسامي خلف المراكز العشرة الأولى أيضا تنطلق بالتحدي تنطلق بالإثار مشاهدين ومتابعين الكرام نعود إلى صدارة هذا الشوط نعود إلى المقدمة إلى المركز الأول وهناك التغيير الذي طرى هو جرى على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول صغان من انطلق على صدارة وعلى المقدمة سلطان بن سهيل بن بطي بن غرابة اللي يقتبه من ينطلق على صدارة هذا الشوط وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور نايف لصالح بن سالم بن محمد الكربي يأتينا على ثاني المراكز وفي المركز الثالث المركز الثالث الواعي الواعي من يأتينا على المركز الثالث أحمد بن مطر بن محمد الرميثي ينطلق على ثالث المراكز وفي المركز الرابع المركز الرابع يأتي شاهين محمد بن سعيد بن بروق الحميري من يأتينا على المركز الرابع بينما المركز الخامس المركز الخامس المستشار مطر بن غريب بن حمد بن قلفان الفلاسي ينطلق هناك هذه اللحظات على خامس المراكز وفي المركز السادس الغشمري الراشد بن خليفة بالراشد بالعرطي الحميري من ياتين سادسا وفي المركز السابع المركز السابع ملفت حمد بن محمد بن يروان النيادي مع ملفت من ينطلق على سابع المراكز وفي المركز الثامن المركز الثامن محارب ناصر بن مصبح بن علي بن حسن الشامسي ينطلق هنا بهذه التحديات الجميلة على ثامن المراكز المركز التاسع شاهين عبدالله بن أحمد بن عود الرميثي من يصل بهذا الأداء الجميل تاسع مراكزنا بينما المركز العاشر المركز العاشر والقادم شاهين شاهين وصل صالح بن علي بن صالح الحميري من أتانا بشاهين على المركز العاشر هنا في أول تدخل قلنا أسامي خلف المراكز العاشر الأول هنا تنطلق بالتحديات وبالإثارة نعود إلى صغان المسيطر على زمام الأمور المسيطر على المقدمة وعلى المركز الأول هنا من ينطلق بهذا الأداء لمحمد بن سلطان بن سهيل بن غراب لإكتبه من ينطلق على صدارة على المقدمة وعلى المركز الأول سيطر على زمام الأمور وعلى صدارة وعلى مقدمة هذا الشوط بينما المركز الثاني الواعي على المركز الثاني هنا منطلقا لأحمد بن مطر بن محمد الرميثي ووصل هنا شاهين محمد بن سعيد بن بروك الحميري وعلى المركز الرابع المركز الرابع المركز الرابع عندك يا الكربي هناك منطلقا على المركز الرابع المركز الخامس محارب لناصر بن مصبع بن علي بن حسن هناك الشام سيوذي الانطلاق وشاهين العبدالله بن أحمد بن عود الرميثي يأتينا هنا تادسا ننطلق إلى المركز الخامس هناك نايف صالح بن سعيد بن محمد الكربي والمركز السابع وصل في هذه اللحظات شاهين وصل شاهين هنا صالح بن علي بن صالح الحميري والمركز الثامن المركز الثامن الغشمري راشد بن خليفة بن راشد بالعرط الحميري والوصول من المستشار هنا ولكن هنا اسم آخر غازي غازي صاري بن محمد بن طويلب المنصوري من يأتينا بهذه الانطلاقة الجميلة والتحديات المتميزة هذه هي الاسماء ها هي الانطلاقات والتحديات المتميزة نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول شاهين من غير على صدارة هذا الشوط شاهين من انطلق بالمقدمة عبد الله بن أحمد بن عود الرميثي من انطلق بصدارة هذا الشوط وبالمقدمة وبالمركز الأول سيطر على زمام الأمور وعلى صدارة المركز الثاني المركز الثاني هناك الانطلاق من الواعي 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 المنطلق أحمد بن مطر بن محمد الرميثي من ياتي بالواعي على المركز الثاني والمركز الثالث المركز الثالث غازي لساري بن محمد بن طويل المنصوري وهناك صغان لمحمد بن سلطان بن سيل بن مطمئن الغرب هنا بهذا الانطلاق على المركز الرابع المركز الخامس ياتي شرط لسهيل بن صالح بن يزرب بن عامري من وصل في هذا الأداء الجميل والوصول هنا من فجاج المنطلق بالتحدي لمنصور بن محمد بن منانا من ينطلق في هذه التحديات بعد المغادرة للكيلومتر الأخير وصل هنا هملول محمد بن مظفر بن محمد العامري قادم بالتحديات والإثارة الوصول في هذه اللحظات هنا والانطلاق هناك من صعب المضمرين مشاكل محمد بن سلطان بن مرخان لإكتبه يلا تحدياتي ولكن نعود إلى الصدارة نعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول وصدارة هذا الشوت هنا الانطلاق شاهد شاهد عبدالله بن أحمد بالعود الرميثي هو المسيطر على زمام الأمور المسيطر على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول غازي ساري بن محمد بن طويل بن منصوري على ثاني المراكز والمركز والمركز الثالث هنا القادم شرط شرط لسهيل بن صالح بن يذرب ألا عامري من ياتينا على المركز الثالث والمركز الرابع ملفط الحمد بن محمد بن يروان النيادي ولكن جاهين جاهين المسيطر على زمام الأمور المسيطر على الصدارة على المقدمة العبد الله بن أحمد بالعود الرميثي هو المسيطر على زمام الأمور المسيطر على الصدارة سلام للطف سلام سلام للسمحة على هذا الأداء الجميل في هذه الانطلاقة تهانينا العبد الله بن أحمد بالعود الرميثي والتهاني للمجلس الذهب أيضا هناك المميز بهذا الانطلاق التهانين والناموس المركز الثاني ملفت حمد محمد بن يروان المركز الثالث لسهيل بن صالح بن يزرو بن عامري شرط المركز الرابع كان الانطلاق من فجاقس محمد بن سعيد هناك منصور بن سعيد بن منانا من انطلق بهذه الانطلاقات والتعديات وشاهين للسعيد بن حمد بن علي بوخميس الاكتبي من انطلق بهذه الانطلاق التحدي تسع دقائق تسع وثلاثين ثانية خمسا من الأجزاء من الثانية التوقيت الزمني الذي سجل مشاهدين الكرام شاهين تهانين العبدالله بن احمد بن عود الرميثي على هذا الفوز المميز الجميل والانطلاقات والتحديات والإثارة الجميلة المركز الثاني وصل من يروان بتسع دقائق أربعين ثانية جزئين من الثانية تهانين لحمد بن محمد بن حمد بن اروان النيادي يفوز ملفت بينما شرط من أتى على المركز الثالث في التسع دقائق أربعين ثانية سبعا من الأجزاء من الثانية لسهيل بن صالح بن يزرب العام لتهانين ونموس تهانين للجميع يتجدد اللقاء بكم مرة ثانية مشاهدين الكرام متابعين الأعزاء مع تجدد هذه الأشواط التي تجدد روح القوة والنشاط لدى الأخوة ملاك هذه الهجنة وملاك هذه الشعرات شوطن آخر يتحرك موسيقى